تمام. كابتن عشيش برضو من وجهة نظرك الفناية إيه هي أسباب التعادل السلبي؟ بص أنا هتكلم بأكثر وقعية شوية يعني. يعني الأداء مبارح كان سيء. وده سلسلة الأداء السيء بقى له أكثر من ماتش. يعني عشان يعني ما نلفش ونظور. ما نجملش الموضوع. إحنا بأن كابتن إسلام يعني يمكن تمن مباراة الأخيرة في الدوري. أنت بتكلم على خمس تعدلات وماتش خسارة وماتشين مكسب. يعني ضيعت بناط كتيرة جدا خلال الفترة الفترة يمكن أكثر من 13 بنت. كان ممكن يعني ودوك خالص وتبقى مستريحة دلوقتي. القصة دلوقتي بقت مدير فني جديد. جاي في ظروف صعبة جدا. لسه ما يسؤلش عن أي حاجة خالص في الموضوع. خالص يعني الحقيقة يعني عشان نكون منصفين. الرجل ما يتسئلش ولا نمتش الجاوة ولا اللي بعد. ولازم ياخد وقته. جاي في توقيت اللعيبة لازم نصنفها لثلاث حاجات. في لعيبة مجهدة ذهنيا وبدنيا وتعبانة آخر تعب. اللي هي اللعيبة اللي كانت أساسية في النادي الأهلي وفي المنتخب مصر. دول حتى يعني أنا إحساسي إنهم حتى في تشبع من الكورة. المجموعة التانية اللي موجودة مجموعة كانت موجودة وما بتلعبش معها موسيماني. بتلعب تخطيف. ينتينزل تلت ساعة. يرايح المطش اللي بعده. عشر دافل المطش اللي بعده. المجموعة التالتة وهي الناس الصغيرة اللي اكتشفناها في كاسر ربطة. وقدت بشكل كويس اللي منهم زياد ومنهم كوكا ومنهم مصطفى شبير وكده. الكوكتيل ده كابتن إسلام ما تقدرش كمدير فن جديد إن انت تحكم على التلاتة دول مع بعض خلال الفترة دي. ما تقدرش حتى تدي جرعات تدريبية واحدة للناس دي. لأن الناس اللي المفروض إن انت تشيلك الفترة دي بعيدة فنيا زي ما قلت اللي هم المجموعة التانية اللي كانت بتلعب تخطيف مع موسيماني. أنا مستغرب كمان فين اللعيبة اللي خرجت من إصابة بقى لها فترة والمفروض تشيل الفرقة دلوقتي هي اللي تشيل بقى عن الناس التعبانة. زي محمود متولي زي محمد محمود زي الباكليفت وحيد يعني الناس دي كان المفروض هي اللي تبقى موجودة دلوقتي. لأن الثلاثين العيب بتوع النادي الأهلي المفروض إن هم مستوى واحد طالما لعب في النادي الأهلي وكان مقايد في النادي الأهلي. لا كابت أنا عاشيش معيش بمينة. فتحت موضوع أنا كنت أحسأل فيه بعد كده. وهو موضوع مهم جدا. هل زي ما بيتقال أنا هقول لحضرات أنا النهاردة يعني هكون أكثر وقعية وأكثر فرعة في كل شيء. بمعنى إنه هل موسيماني كان سبب في هذا الأمر بمعنى هل موسيماني كان بيعتمد على عشر أحداشر واحد والباقي شكرا. أنا في اعتقادي مليون في المية. مليون في المية. على الرغم من من له تاريخ كبير وسيظل دائما اسمه موجود في النادي الأهلي. وعمل نتائج موجود وعمل كل حاجة. لكن أنا أتكلم على مدير فني. إنما الفترة دي كشفت الموضوع ده إن أنت عندك لعيبة كان ممكن تشيل النادي الأهلي دلوقتي. أنت في عرض اتنين لعيبة مست الرياحين يبقوا كويسين. أوكي. يعني إنما دلوقتي أنت مش لاقي. مش لاقي الناس اللي هي المفروض تلعب. حتى صلاح محسن كان بياخدت خطيف. اللي هو دلوقتي ابتدى ياخد دلوقتي ويلعب. فأنت القزة دي كلها لازم تعملك الدروب ده كابتن إسلام. لازم تعمل الدروب ده. وأنا أعتقد ويا ربي يطلع كلامي غلط. أن الكلام ده ممكن يستمر. أنت عندك أصعب فترة. هي الفترة اللي جاية في النادي الأهلي. أنت هتلعب فيوتشر الماتش الجاي. بعدها باربعة أيام هتلعب بيرامتز. بعد كده بتلعب نهاية كاس مصر مع الزمالك. فبتلعب معه يمكن تقريبا أقوى ثلاث فرق في المنافسة دلوقتي. صح. المربع الدهبي في الدوري. فأنت كمان ما عندكش. يعني أنت ما عندكش. أنا أقول مثلا الناس اللي تعبانة ومجادة. ما ينفعش الناس دي اللي هي طالعينيها بقالها كذا سنة. تيجي تقول إيه. طب أنا رايح وماتش أو رايح أربعة أيام. ما ينفع مش هستريح. عشان ما يتحكش على بعض. هتبقى نفس القصة. أنا في اعتقادي وده حل. وده رأيي خاص ممكن يكون غلط يعني. لازم الفترة الجاية أستعين بالناشئين. اللي هم قريبين من الفرق اللي لعبوا. أدي لهم لسبب. أنت كنت خايف. عشان ما تشاط حساس هو ربع ده. هو ماتش مبارع لما تيجي تتكلم برضو يا كابتن ماهر. مو مين أحسن واحد. يعني زياد لسه كان نازل. ما لعبش ربع ساعة تلت ساعة. ولكن زياد كان أفضل لعن. ما لاش أفضل. من أفضل اللاعبين. لسه صغير وكل حاجة. ولكن من أفضل اللاعبين اللي كانوا موجودين. يعني بمناسبة الكلام. ليه ما لعبش أنا كمان كوكا يبقى موجود. ما لعبش محمد عبد المنعم. الباك الشمال. اللاعب القدرين واحد. محمد أشرف. لعب كوي جدا وقوي. وبعدين عايز أقول لك حاجة ماهو أنت. أنت كنت خايف الفترة اللي فاتت ومعندكش الجرأة. الماتشاط متتالية وماتشاط كلها صعبة. فأنت خايف تفقد النقاط. طب قد أنت لعبت بالأساسيين. مرة واثنين وثلاثة واربعة. وفقدت برضو يا كابتن ماير. النقاط اللي احنا بنتكلم عليها. طب ما تعملها بقى. وتخلي قلبك جامد. وده على فكرة هيجرنا الموضوع يا كابتن إسلام. أن اللي هيفيد الراجل. المدير الفني. في الموضوع ده هو سامي قمصان. لأن سامي قمصان هو اللي عارف مين. القريب من الولاده. لو غزتي الفرقة. في المرحلة اللي هي مجهدة. زي ما بقولك. فنيا وبدنيا وعليها ضغط. بالعناصر الشابة الصغيرة. مع جزء من الخبرة. على الأقل في كل خط يبقى فيه. حد يعني يبقى فيه روح بس وفيه شباب موجود. عشان خوفا من تكرار الموضوع يعني.